نيابة الجنوبية والتأهيل حيث التقت بالنزيل وقدمت إليه النصحة والإرشاد للعدول عن إضرابه واستمعت إلى أقواله في هذا الشأن وقد قرر بالتحقيقات أو قرر بتحقيقات بأن امتناع حان تناول الطعام جاء اعتراضا على عدم السماح له بالاتصال بذويه كباقي نزلاء ولمصادرة إدارة المركز أوراقا خاصة به بلا مبرر والتي كان ينوي إرسالها إلى ذويه بينما أكد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج المقرر له والأدوية المنصرفة له بصورة منتظمة وجيدة كما يتم إمداده بالمغذي وقت ما يكون بحاجة إليه وقد طلعت النيابة العامة على سجلات المكالمات الخاصة بالنزلاء وثبت من الاطلاع تمكين النزيل المعني من إجراء سبع مكالمات خاصة عبر الاتصال المرئي وذلك من خلال الفترة من شهر إبريل 2021 وحتى يوليو الجاري في حين أفادت إدارة مركز الإصلاح والتأهيل بسبق ضبط أوراق خاصة بالنزيل عند إخراجها من المركز بطريقة مخالفة للتعليمات المقررة في هذا الشأن هذا وقد أخطرت النيابة العامة الأمانة العامة أو أخطرت النيابة العامة الأمانة العامة المستقلة للتظلمات بالواقعة وما دعاه النزيل من منعه من الاتصال بذويه ومصادرة أوراقه وذلك لاتخاذ شؤونها وللفحص والمتابعة اشتركوا في القناة